السلام عليكم طلاب الأعزاء اليوم ننشح مكونات النظام الشمسي والظواهر التي تحدث فيه علوم الأرض الصف التاسع مدارس الوطن العرب البداية قبل ما نتفصل نحكي عن نظام الشمسي شو مكونات واش العمليات اللي بتصير فيه لازم نعرف اشي شو يعني مجرة تعريفنا للمجرة هي تجمع هائل من النجوم والغبار والغازات اللي تتطبط معا جاذبيا بما إنا منحكي عن مجرة والمجرة هي الوحدة الأساسية في تكوين الكون إيش طبيعي تكون بالضم تجمع أو عدد لا نهائي وغير محصور من النجوم والأدربة والغبار والغازات وغيرها من الكواكب طبعا بالنسبة للمجرتنا اللي احنا أو كوكب الأرض الموجود فيها اسمها مجرة درب التباني مجرة درب التباني وفي أسماء أخرى لها اسم درب اللباني إذن مجرتنا اللي احنا عايشين عليها مجرة درب التباني أو درب اللباني تمام هلأ مجرتنا زي ما إحنا شايفين كتابنا صفحة 30 الشكل 3 لواحة شو منلاحظ شكل مجرة درب اللباني هي عبارة عن شكل حلزوني في الوسط رح تكون عبارة عن استواني وإلها أذرع هاي الأذرع بتكون تجمع هائل من النجوم والأتربة والغوبة إذن مجرة درب التباني أو مجرتنا هي عبارة عن مجرة حلزونية في الوسط أو في المركز شكل استواني وعلى أطرافها أذرع بتحتوي على عديد ميس النجوم والغازة تمام هل تتركز النجوم في مجرة درب التباني في المركز أم على أطراف؟ طبعا زي ما إحنا شايفين النجوم كلها رح تكون موجودة في المركز مركز للسبب الرئيسي في ذلك هو قوة الجاذبية الحائلة إذا النجوم بتتركز في المركز تمام هلأ لو بنا نحكي عن النظام الشمسي الموجودين إحنا فيه النظام الشمسي هو عبارة عن نجم وحيد بتكون زي ما إحنا من الشمس المركز الأساسي والرئيسي فيه أكبر حجم الشمس وين نجم الوحيد في هذا النظام بحيطه مجموعة من الكواكب والأقمار والكواكبات والمذنمات زي ما إحنا شايفين ثمن كواكب بتحيط أو بتدور حوالين الشمس أول إشي عنا كوكب عطارد وهو الكوكب الأقرب للشمس والأصغر هجما وأقرب كوكب بدور حوالين الشمس يلي كوكب الزهرة زي ما احنا شارفين الكوكب الثاني هو كوكب الزهرة ثالث كوكب هو كوكبنا وكوكب الحياة اللي نعيش عليه هو كوكب الأرض رابع كوكب بحيط أو بدور حوالين الشمس وهو كوكب المريح أو الكوكب الأحمر والكوكب الخامس كوكب المشتري والأكبر هجما من الكواكب اللي سقطوا الكوكب اللي بعده كوكب زحل كوكب زحل والكوكب السابع كوكب أورونوس وهو سابع الكواكب بعدا عن الشمس والكوكب الأخير وهو كوكب نيبتون وهو آخر كوكب بدور حوالين الشمس طبعا هذه الكواكب كلها عبارة عن أسام معتمن تستميل ضوءها من الشمس لأنه الشمس هي النجم الوحيد الموجود في النظام الشمسي لما أنا عم نحكي عن نظام الشمسي إذن الشمس حتكون بتشكل تقريبا 99.86% يعني معظم كتلة النظام الشمسي تكمن في كتلة الشمس وباقي الكواكب الثماني اللي حكينا عنها تقريبا هي نسبة 14% من كتلة الكلية إذن النظام الشمسي بتكون من نجم وحيد وهو الشمس من 8 كواكب معتمة بتستميل ضوءها من الشمس كتلة الشمس المشكلة لنظام الشمسي 99.86% أما باقي الكواكب بما فيها من كواكبات وغيرها من المذنبات بتشكل 14% من هذه الكتلة طبعا زي ما إحنا شايفين في عندنا عدة كواكب أول أربع كواكب منسميهم الكواكب الداخلية اللي هم عطارد الزهرة الأرض المريخ هم أربع كواكب سميهم الكواكب الداخلية أو الكواكب صخرية هلا ليس منهم كواكب داخلية ومنهم أكتر أو أقرب أربع كواكب من الشمس وسميت بالكواكب الصخرية لأنه معظم سطحها بتكون أو سطحها بتكون من صخور اللي هم عطارد الزهرة والأرض والمريخ بالترتيب حسب ترتيبهم وبعدهم عن الشمس شو خصائص هذه الكواكب أول إشي بتتميز إنها قريبة من الشمس اتنين زي ما إحنا شايفين كتير قريبة من الشمس مقارنة من الكواكب الأخرى ثاني إشي إنها بتكون تتميز بصغر حجم اللي هو بدأ أطلع على عطارد والزهرة وأقارنهم مثلا بيئة المشتري بلاحظ إنهم حجمهم صغير جدا بالنسبة لإنهم ثالث ميزة ممكن تتميزة إنه عقلة عدد أقمارها هاي الكواكب الداخلية من قريبة من الشمس تتميز إنه عدد أقمارها قليل جدا مقارنة بالكواكب الأخرى أما بالنسبة للكواكب الأربعة الأخرى نسميها الكواكب الخارجية اللي هم المشتري زحر رونوس نيبتون كواكب الخارجية لإنها أكتر بعد عن الشمس تسمى أيضا بالكواكب الغازية لو حكينا شو السبب بتسمية الكواكب الخارجية الأربعة بالكواكب الغازية لأنها مكونة من الغازات وما لحد الآن ما وجدوا أو ثبت إنه في صخور موجود في مراكزها إذا كواكب داخلية لإنها كواكب حكينا صخرية بتكون من الصخور وكواكب غازية إذا تتكون من الغازات وما في صخور في مراكزها شو اللي بيميز الكواكب الخارجية الأربعة أول إشي لو بتقارن حجمة بالكواكب الأخرى اللي حكينا عنها من قبل أوش بلاحظ إنه أحجمها رح يكون أكبر بكثير منها باستثناء نيبتون هو الكواكب الأخير وأصغرها حجم تاني يميز إنه بتتميز بكثرة أعداد أقمارها ووجود حلقات بتدور حولها تمام؟ وبالأخير إنه قلت عندك المواد المكونة لها لإنها بتكون من غازة كمان زل ما ما إحنا شايفين ملاحظين إنه كل كوكب من هاي الكواكب في مجموعة النظام الشمسي بتدور بأفلاك محددة كل كوكب إلو فلك أو مدار ثابت بدور في حوالين الشمس عشان هيك ولا كوكب بتصادم مع الكوكب الأقل إنه بدور في كواكب أو في مدارات ثابتة ومحددة عكس عقارب الساعة من الغرب إلى الشرق فلو بدنا نحل أسئلة موجودة صفحة 34 النشاط الموجودين لكن سؤال أول أي الكواكب أسرع في دورانه حول محوره؟ طبعا حول محوره إحنا بنحكي مش حول الشمس كوكب عطاره السؤال الثاني ما العلاقة بين بعد الكوكب عن الشمس وزمن دورانه حولها؟ طبعا علاقة طردية كل ما بعد الكوكب عن الشمس يعني زاد نصف قطره يعني يحتاج لوقت أطول حتى يدور حوالين الشمس فكل ما زاد بعد الكوكب عن الشمس زاد زمن دورانه وفي بعض الكواكب تكون سرعته مدارية قليلة كل ما قربنا أو كان أقرب للشمس السؤال الرابع لماذا تقل سرعة الكواكب المدارية كلما بتعدنا الشمس ليش؟ لأنه كلما بتعدنا أو زاد بعد الكوكب عن الشمس قلت جاذبيته إلو فهذا بيؤدي إلى تناقص سرعة دوران الكوكب حول الشمس السؤال الخامس ما العلاقة بين بعد الكوكب عن الشمس ونصف قطره؟ حكينا علاقة طردية كلما بعد الكوكب عن الشمس يعني أنه بدأ أقارن كوكب عطارد هو أول كوكب أقرب للشمس وكوكب نبتن هو آخر كوكب بعد عن الشمس ما رح يكون نصف قطره أقل؟ طبعا أقل إشي عطارد وأكبر إشي نبتن لأنه أقرب عطارد السؤال اللي بعده السادس ما العلاقة بين بعد الكوكب عن الشمس ومتوسط درجة حرارة سطحه؟ طبعا علاقة عكسية كلما بعد الكوكب عن الشمس كلما كان أبرد أو درجة حرارة أقل إشي طبيعي طب السؤال اللي عنا بأسفل الشكل ما شكل مدار الأرض حول الشمس؟ طبعا مدار الأرض أو خلينا نحكي المدارات اللي بدور فيها الكواكب رح تكون هي مش دائرية بشكل دقيق وإنما رح تكون إهليجية نيجي نشح للشكل الموجود صفحة 34 الشكل 333 عنا شكل المدار اللي بدور فيه الأرض حول الشمس في عنا منطقتين لإسمهم الحضيط والأوج شو المقصود بالحضيط؟ شو المقصود بالأوج؟ أوه زي ما إحنا شايفين أنه الأرض أقرب ما يمكن للشمس هاي نسميها منطقة الحضيط يعني عندما يكون الكوكب في أقرب نقطة للشمس بسمير حضيط بينما الأوج هي عبارة عن أبعد نقطة في مدار الكوكب عن الشمس أو عن مركز الشمس كل ما كانت أبعد نقطة أو كل ما باعد الكوكب والمثال موجود عندنا كوكب الأرض كل ما باعد عن الشمس كل ما كانت إسم النقطة الأوج إذن حضيط أقرب ما يمكن من الشمس أما الأوج هي أبعد نقطة في مدار الكوكب عن الشمس يعطيكم هذا شكرا